بينما تحاول حكومة السودانية الالتزام بوعودها للشعب في توفير خدمة انترنت حقيقي وبأقل تكلفة للمواطن إلا أن أي من تلك العهود لم تتحقق حتى الآن وذلك بإقرار حكومي وفقا للجنة النقل والاتصالات النيابية التي أكدت رداءة خدمة الانترنت في العراق مقارنة بأسعارها مختصون في الشبكات أشاروا إلا أن الانترنت في العراق يعاني بصورة عامة من مشكلات عديدة أبرزها التكلفة المرتفعة وضعف الجودة فضلا عن وجود شركات وجهات معينة تتبع لبعض الأحزاب تحاول احتكار الخدمة وزيرة الاتصالات الحالية هيام الياسري وفي محاولة للتنصل من المسئولية قالت أن سبب الضعف في خدمة الانترنت هو وجود شركة واحدة متحكما بالانترنت في العراق تسيطر على أكثر من ثمانين بالمئة من السوق في وقت اتهم برلمانيون الوزيرة نفسها بمحاولة تقسيم العراق طائفيا من خلال جولة التراخيص التي تقسم البلاد إلى خمس مناطق جغرافية ترتبط كل رقعة بمنفذ من منافذ دول الجوار اقتصاديون أكدوا أن ضعف الانترنت في العراق يسهم في ضخ ملايين الدنانير إلى جيوب جهات متنفذة وهو أمر مفتعل ومقصود وأن الحلول تكون بخفض سعر السعة أولاً ومراقبة بيعها للمستخدم ومنع تهريب سعة الانترنت لدول الجوار فساد واحتكار للخدمة وغياب المنافسة أدت كلها مجتمعة إلى أن تكون خدمة الانترنت في العراق الأغلى في المنطقة لكنها الأسوأ على الإطلاق فقمت ذلك صراعات ومناكفات بين وزارة الاتصالات ولجنة النقل والاتصالات البرلمانية وشركات تتبع لجهات سياسية وحزبية جعلت خدمة الانترنت في البلاد بهذا سوء نتيجة غياب السياسات الحكومية صحيحة في هذا الملف وعدم حماية المساهلك واحتكار بعض الشركات للخدمة وتهريب سعاتها إلى الخارج